نهارده فيديو جديد عن الابراج والنهاردة هنتكلم عن برج مهم جدا في القناة وبرج العرب وهنتكلم عن اهم طاقعات ونصيح لبرج العرب لشهر فبراير 2020 كالعادة بليز ما تنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة تتبعوني وتابعوني على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولولي تفرجوا على يم فين وانتو برج ايه طيب برج العرب الفترة دي هنهقول فاكتورة التغييرات الكتيرة يعني انت عندك تغييرات كتيرة قوي في حياتك يا برج العرب تغييرات على نطاق العمل تغييرات في نطاق المالي بتاعك تغييرات في الاسرة تغييرات في نطاق الاصدقاء فما تستغربش انه ممكن يكون عندك تغييرات كتير جدا جدا في الفترة دي مش عايزاك وتبانيكو يعني او تخافو ممكن تحصل شوية مناقشات حدا في العيلة او يكون عندك مناقشات او مشاكل في العيلة عايزاك تهدى وتتعامل مع الموقف بحكمة وبزكاء وبطل بتكون انفعالي يعني دايما نحاول ان انت تتأخر في ردود افعالك وحاول تكون فير يا برج العرب يا ما تقفش في صف حد ضد حد عشان انت مثلا في حد في العيلة او في الاصدقاء انت بتحبه اكتر من التاني فتدعمه يعني ايه وتقف جنبه اكتر من الشخص الاخر برج العرب كمان شايف عندكو الفترة دي تحديات كتير في العمل او تجديدات حاجات كتير جديدة بتحصل في العمل بس انا شايف ان انت قد التحدي قد التغيير هتقدر تقام و هتقدر ان انت هتقدر ان انت تكون بالمرصاد يعني شايف فيه تحديات مش قوية بس انت هتقدر تتخطوها وترجع تاني وابو قوة يا برج العرب فلا تقلق تعالوا بتتكلم عن برج العرب والصخة شايف ان صحتك كويسة اصحي الشهرين اللي فاتوا كان عندك واحد كان صحية بس انا شايفاك فيه تحصل مستمر بس محتاج تاخد قصط معين من الراحة واتزود في الفيتامينز بتاعتك وممكن تحتاج تعمل دايت يعني شايفا الناس اللي هم برج العرب محتاجين يزبطوا وزنوهم شوية لانه ممكن يكون عندك زيادة ملحوظة في الوزن مدايقك او مزعالك او انت شايف نفسك ايه ده انا زدت ليه انا عايزة خصة تاني فشايفا انت بتهتم بشكلك اول فترة دي هتلاقيكم بتعملوا شوبينج بتغيروا شكل شعركوا بتغيروا شكل الستايل بتاعكم بتغيروا يعني شايفا بتعملوا زي ايه بترفرشه نفسك يا برج العرب ودي حاجة حلوة جدا جدا شايفاك بتفتقد الحب وتفتقد المشاعر لان انا شايفا موظم العرب انفصلوا في نهاية 2020 يعني النهاية 2020 كانت فيها انفصال لبرج العرب عن شخص كان قريب منه او كان بيحبه بس اذا شايفاك بتتعافى من ذلك الحب يا برج العرب طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العرب والعطفة برج العرب شايفا هناك شخص قادم اليك الشخص ده مجروح او تعبان او زعلان او انت المجروح انت اولادي مجروح فيه شخص جايلك هو كمان حاس ان هو مجروح تعبان حاس ان هو ان هو فقط حاجة كبيرة ممكن يكون شخص جديد في حياتك بسواء خارج من تجربة عاطفاق قوية مأثرة فيه او ان انت الشخص ده كنت قريدي مرتبط به فترة من فترات وحصل زعل ما بينكو او حصل خصام ما بينكو الشخص ده هيرجع ليك وبقوة طيب الشخص ده يبقى راجع حسس بنادم شديد جدا على انفصله عنك يعني هو يبقى حاس ان هو فقدك حاس ان انت حد نائجي حاس ان انت حد قوي حاس ان انت كنت بتفرق معاه في حياته كنت بتدعمه كنت بتهتمي بي كنت بتصبورت الشخص ده فهو زعلانه ان هو فقدك هو زعلانه ان هو ما بقاش قريب منك زعلانه ان انت نسيته بسرعة ان انت محزنتش عليه ان انت مشيت في حياتك بمنتهى الثلاثة ومنتهى الطلاقة فالشخص ده متداق اه متداق وحاسس ان انت قدرت تمشي قدرت تسيبه قدرت تتخطاءه قدرت ان انت تعديه فهو زعلانه وراجع ندمانه وشايف ان ان تشخص هو مش هيقدر يستغنى عنك وعايز يرجع لك تاني وعايز يعود اليك من اول وجديد يعني كأنه عايز صبحة جديدة عايز بداية جديدة معاك ممكن يكون الشخص ده سبك علشان مصلحه شخصية ليك او راح ارتبط بحد التاني او رجع لحد التاني لان كان شايف مصلحته مع الشخص التاني بس هو رجع لك ندمان يعني رجع لك ندمان. نصيختي ليك يا برج العقرب مش شايف ان الشخص ده هو شخص مناسب ليك بالعكس انتظر وفيوجد حب حقيقيا انتظرك في المستقبل فانا ماهي شجعش عن رجوع ده انا شايفه اصلا ماازم العقرب هيعلقه الشخص ده يعني هيبقى عندهم روح الانتقام فانا برضو مش بشجعك على الانتقام يا برج العرب انا عارفة ان العرب انتقام يا شيءмен. بس انا مش عايزك وتنتقم ان مش بحب الانتقام اصلا فانا مش عايز العرب ينتقم مش عايز العرب يبقى راجع عنده��ان هاخد حقيا يعني منك يعني هاخد حقيا منك." بالعكس. انا شايفة ان انت خلاص هو مشي وراح انت مش خسران حاجة بالعكس انت كسبت نفسك كسبت ان انت عرفت حقيقة الشخص ده كسبت ان انت بقيت فاهم وبيفكر ازاي فانت كده ماشي في حياتك بشكل مستقر ما بصش وراك ما بصش للماضي بص قدامك مشكلة العقرب التعلق بالماضي بس انا عارفة ان العقارب بيجي لهم لحظة معينة وخلاص بقى بتلتت جو بيمشي وبيروح لحاجة جديدة وبيبقى خلاص شخص ده طالمات ازايات العقرب العقرب بيجي لهم لحظة معينة اللي هو انا مش مش هتمسك بحد مش متمسك بي او حد مش حاسس بامتي فانا شايفك لأ ببصر مستقبل وجاي لك قصة حب او انت قريدي في بداية علاقة الشخص ده ممكن يبوزها فبالتالي يعني انا مشجعش على الرجوع ده انا شايفك ممكن تعلقه او ممكن تسيبه كده معلق علشان انت عايز تنتقم منه عايز تاخد حقك منه والشخص ده زي ما قلتك هو مش يسبك علشان شخص تاني فانت شايف بقى اللي هو انت روح الانتصار وعايز تاخد حقك وعايز ترجع حقك تالت وامتالت بس انا ضد المرحلة دي خالص يا بورج العقرب شايف عندكم الفترة دي تغييرات كتير جدا ركز تغييرات اللي عندك فيه فلوس كويسة جايالك بس عندك تعب يعني فيه مجهود لازم تعمله وبعد كده جايالك فلوس كويسة حاول تتخلص من المشاكل العقلية ومشاكل مع اصدقائك حاول انت تتعدي الماضي بسهولة وبسلاسة بس شايفة جانرال حاجة كويسة جدا جدا بس عايزك تتهرب او تخلص من التعلق بالماضي وما تدورش على الحب هو الحب هييلك وبطل كمان ان انت تدور على الانتقام يعني تشافى من هزي العلاقة سيب الشخص ده خلاص قوله انا ما بقيتش شايفك او انا مش عايزك وما تحاولش انت تتعلقه عشان تنتقم منه شايفي وانت روحك وانت روحك مطهرة تانكيو بحبكو جدا جدا قولولي تفرجوا علي من فيني يا برج العرب وقولولي هل الكلام ده مظبوط ولا لا وفيه شخص انت سبته الشخص ده انت نفسك ان هو يرجع لك عشان تنتقم منه ولا لا وقال انت فعلا متشوق ومتعطش في الحب وعندك تغييرات كتير في حياتك وعندك مشاكل في حياتك العقلية ام لا تانكيو بحبكو جدا جدا يا برج العرب اشوفكو في فيديو تاني رأيوكو يا جماعة وانا مثبتة نفسي عشان الطرحة مطقعش انا مصمرة نفسي عشان شوية تعليقات سلبية كده معيني انا متقصرش بالتعليقات السلبية بس مش مشكلة اقول توريكو نفسي وانا عملة سببت انفعالي ابن لازينة وما بحركش الطرحة شكرا باي باي مع السلامة اي